إلينا من عاصمة إقليم كردستان حول يار مباشرة مراسلنا يوسف منذلاوي ليحدثنا عن قرار إغلاق جميع الأماكن التي لا تلتزم بشروط الدفاع المدني بعد سلسلة الحرائق التي شهدت العاصمة واربيل نعم يوسف مساء الخير نعم مساء الخير إبراهيم مساء الخير ديما نعم بالفعل أصبحت حوادث الحرائق التي شهدتها العاصمة أربيل خلال الأيام الماضية الشغل الشاغل لدى الكثير من أصحاب المصالح التجارية وكذلك المولاد والفنادق والمجمعات كلها بطبيعة هذه الحرائق تكلف أصحاب المصالح الكثير من الخسائر المادية ربما لا توجد هناك حتى الآن أحصائية دقيقة لحجم هذه المبالغ المهدورة ولله الحمد لا توجد هناك خسائر بشرية كل ما يحصل أن البنايات تنتهي عن بكرة أبيها بهذه الحرائق وتذهب ملايين ربما الدولارات أدراج الرياح بسبب هذه الحرائق الغير مبررة الكثير من المختصين في شؤون الحوادث يقولون أن غياب إجراءات السلامة من قبل هذه المباني وهذه الأماكن هي التي تدفع إلى هذه الحوادث لاحظنا هو المول الذي يتوسط أربيل هذا المول الكبير الذي أنشئ قبل سنوات كيف انتهى بحريق فجر يوم الجمعة الماضي لاحظنا كيف كان أصحاب المحلات يجهشون بالبكاء لفقدانهم يعني مئات الآلاف من الدولارات وكيف أن المحلات انتهت وأصبحت رمادا يعني هناك مطالبات بضرورة أن تكون هناك إجراءات صارمة من قبل الحكومة وأن تكون هناك إجراءات فورية لتدفع أصحاب هذه المولات وهذه الأماكن باتجاه عدم تكرار هذه الحوادث بالنسبة للدفاع المدني مديرية الدفاع المدني التي كانت غائبة صراحة عن توفير أو التدخل الصارم في هذه الأعمال اتخذت قرارا هذا اليوم بغلق جميع الأماكن التي لا تتوفر فيها شروط الأمان شروط الأمان ضرورية أن يكون هناك مواد أجهزة استشعار بالحرائق أجهزة استشعار بالأبخرة أجهزة استشعار بالكوارث المقبلة كل هذه الأشياء دعت إليها مديرية الدفاع المدني وستقوم حسب ما سمعنا أنها ستقوم بجولات تفتيشية للكثير من الأماكن لغرض تلافي حدوث هذه الحوادث